مراجعة قانون الأحزاب السياسية والتشديد على الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر قاسمان مشتركان ومرجعيتان ثابتتان هو ما أكد عليه رئيس الجمهورية خلال آخر لقاء إعلامي بهدف ترسيخ مبدأ بناء دولة ديمقراطية اجتماعية ودعم الجبهة الداخلية لأن الأحزاب السياسية هي ربما الممكن أنها تساهم في تكوين الرأي العام وبالتالي نقدر نقول هي من تستطيع أنها تدعو إلى ثقافة سياسية أصيلة من أجل أخلاقة الحياة العامة دعوة رئيس الجمهورية إلى تجاوز الأساليب البالية في الممارسة السياسية والحض على أخلاقتها للمساهمة في إثراء وتأطير الرأي العام هو مؤشر على الدور المنوط بالأحزاب السياسية القيام به حسب متابعين سيد الرئيس دعا إلى ربما بنظرة مستقبلية واستشراف من خلال الدعوة إلى المساهمة وإشراك ربما المجتمع وكل فعالية المجتمع المدني والمواطنين من أجل ربما أخلاقة الحياة العامة والمشاركة الفعلية والإيجابية في الحياة السياسية إلى جوار ذلك نقاط اختلاف عديدة تطرق إليها الرجل الأول في البلاد مشيرا إلى عدم إمكانية الاتفاق بشأنها مع الداعين إليها سيما الإجراءات الردعية التأذيبية للأفراد الخارجين عن الأطر القانونية في سبيل نشر ثقافة سياسية إيجابية مفهوم الإجراءات الممكن أنها تتخذ في حالة ما إذا ربما هناك أشخاص أو أفراد ربما لم يسيروا الخط الذي أسس من أجل السياسي وبالتالي تكون هناك إجراءات تأذيبية واضحة في خط الأحزاب السياسية حرص الجهات الرسمية على تكريس ممارسة سياسية ترقى إلى تطلعات المواطنين والابتعاد عن الأدوار التقليدية والتشديد على محاسبة من عاثوا في ثروات البلاد فسادا لا يفسد للود قضية ما دام المستفيد الأول والأخير هو الوطن والمواطن